ويعطيك ألف عافية ويهلا والله ومسهلا اليوم بتكلملك بشكل أساسي عن مشروع جديد يسمى بسناب شات فلتر وش يعني سناب شات فلترز تعرف أنت متدخل على سناب شات يمديك تصمم فلاتر وهذه الفلاتر ممكن تستخدم كتسويق لمنتجاتك أو تستخدم كتسويق للمحلات وغيرها ومن الخدمات لكن أنا للمرة ما بيتكلم عن نفسك أنت ما بيك أنك أنت تصمم الفلتر لنفسك أبيك تبيع خدمة تصميم الفلاتر حق سناب شات على مواقع مثل خمسات وفايفر وغيرها على مواقع مثل خمسات وفايفر وغيرها وبكذا تقدم خدماتك والناس تشتريها وتكسب ربح من الانترنت وتأسس لك رسمان ومكنك تأسس في متجر إلكتروني أو أي شيء تبغى تسوي في حياتك فتعال خلينا ندخلك على الموضوع على طول وندخلك على موقع كامفا أول ما تدخل على موقع كامفا بعد ما تسجل الدخول ترى الرابط تحت وكل شيء بعد ما تسجل وكل شيء تدخل هنا وتكتب سناب شات لما تدخل على سناب شات جيوفيلتر كل اللي عليك رح تطلع لك كل التصاميم الجاهزة اللي يمديك تعدل عليها من اليوم خلينا نقول مثلا أنا بصمم تصميم خاص في الـ أو خاص في التخرج خلينا مثلا أنا أجي أغير بعض الأشياء هذه اللي هنا مثلا باجي أعدل أقول أبي والله يكون هذا لون أسود وهذا لون أسود تشوف التعديلات البسيطة هذه اللي ممكن أنها تفرق في كل التصميم مثلا هنا في بعض الناس يقول لا طب هذا ما يدعم اللغة العربية اللي يدعم اللغة العربية أوكي فمثلا مبروك التخرج دفعة مثلا 20-21 أوكي طيب هل في خطوط عربية يا عبدالله نعم في خطوط عربية كل اللي عليك أنك تكتب هنا Arabic وبتشوف أنواع الخطوط العربية أوكي بتشوف أنواع الخطوط العربية اللي يمديك تتخدمها وتحطها في في السناب شات أوكي فخلينا مثلا هنا نكتب آآ دفعة 2020 جامعة الملك سعود مثلا أوكي ملك سعود تمام ونيجي برضو نعدل الخط بكل بساطة يا جماع الموضوع جدا بسيط أوكي كل الموضوع جدا بسيط كل اللي عليك أنه التعدل بس بعض التعدلات البسيطة شوفوا هنا مثلا هذا يقول لك فيه تباعد بين الصورة وبس كده خلصنا كده صممنا التصميم حقنا لما نجي نبي نسوي له مثلا خلنا نعدل اسمه نكتب كينغ سعود كينغ كينغ سعود كينغ تمام ونيجي ونسوي له دونلود رح لازم ضروري انك تتحمله على PNG اوكي High Quality Image تحمله بالطريقة هذي PNG High Quality Image وتروح على وتضغط على هذي كلمة Transparent Background ضروري انك تكتب Transparent Background لأن السناب شات لازم ما يصير الخلفية بيضا لازم يصير الخلفية بدون خلفية اوكي فتسوي Transparent Background وتضغط على زر دونلود بعد ما تضغط على زر دونلود يا عزيزي رح تلاحظ انه الان تعمل عندنا سناب شات فلتر وزي ما تشوفون مفرغ وجاهز اوكي للاستخدام داخل سناب شات فاروح الهين سناب شات جيو فلتر اوكي فبدخل هنا يقول Create your own سناب شات فلتر تدخل هنا بالضبط عرف تCreate اوكي فتجي هنا وتقول Get Started وبعدها يا طويل العمر بتقول Community Filter Create Free Filter For Location For a Moment That's Special For You ولا تبغى frames and artwork that friends can do there are Snapchat ولا ايش بتضبط اللي انت تبغى تسويه اوكي انا ما عدري هل سناب شات يدعم اللغة العربية ولا للحيد لا ما يدعم اللغة العربية لذلك ما زلت رح تستخدم الموقع في اللغة الانجليزية بعدها بتسوي هنا Submit بعد ما تسوي Submit يا طويل العمر تيقول جي وفلتر ولا Moment فلتر لا هو جي وفلتر اجي هنا واسوي Upload واختار نفس الفلتر اللي انا صممت اوكي فخلونا نروح نجيبه الفلتر اللي احنا صممناه اللي هو هذا هو خلا باتنسخها وبحطه عندي في Pictures اوكي امسكها بحطه عندي هنا بال Pictures بعد ما احط عندي Pictures باجي بسوي Upload وهذا هو الفلتر حقنا زي ما تشوفون هذا الفلتر بالتنسيق وبالترتيب وبكل شي وبحط هنا Continue بيقول لي اختار Location فبروح هنا باكتب رياض اللي هي وانا في السعودية وباحدد المنطقة فأنا مثلا هنا انا في منطقة جاوتيك سعود زي ما قلت لكم هذه المنطقة اللي رح أشتغل مثلا عليها فأجي كليك هاشوي Allow حلو سوينا Location اخترنا Location والله يكون عند جامعة المنطقة بعدها سوي Next وكما انتم شايفين ابدأ احط ال email واسمك وال description بالتفاصيل واسوي لها Submit كذا بالتالي انا سويت filter كذا انا بالتالي سويت filter على snapchat واضفته على snapchat ويكون متوفر على snapchat وكي طيب في بعض الحيان ما رح يقبلونا وخصيصا انه يكون في شي ما لا علاقة في ال advertisement أو ال free filters ممكن رح تسوي اشياء ثانية مثل filters الثانية اللي تقول مثلا create and purchase your own filter frame birthday وهذه بتكون ما رح تقدمه للناس هذا بيكون مقدم فقط للناس اللي دفعوه لك مثلا وقدمو لك الخدمة حق الحفلات مثلا هنا اجي وحط next والله انا متى ابغاه يكون موجود ابغاه مثلا قالوا لكم والله الجماعة انه والله احنا عندنا مناسبة يا جماعة من التاريخ مثلا 1 الى 12 فمن الساعة مثلا قالوا انهم من الساعة 9 رح يبدأ العرس الى الساعة مثلا 7 الصباح اليوم الثاني وتختار time zone اهم شي انه plus 3 اللي هو السعودية او الرياض تمام فمثلا نقول ان يبدأ اليوم وينتهي بكرا بعدها تروح next ولازم تحدد location مثلا احدد على مستشفى سليمان الحبيب او خلي مثلا احدد على هذه وبعدها اروح اضغط على check out وهنا رح يعطيك كل التكلفة مع ال location ثماني بس خلا اضبط location okay خلي نقول مثلا كذا 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 بس حددت المنطقة هذه must be under 50 square متر رجع لازم بصير اقل من كذا خلي نقول مثلا والله انه هذه المنطقة اللي فيها العرس اوكي فبضغط كذا وبعدين كذا وبعدين كذا 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 تمام خلصنا كل شي ضبطنا كل الامور وحددنا المنطقة اللي نبغاها سيد ما انتم شايفين التكلفة من الساعة تسعة الى الساعة سبعة الصباح على المنطقة هذه بالضبط يا طويل العمر رح تكلفنا فقط خمسة دولار يعني انت الخدمة هذي كمت بتقدمها خدمة هذي كمت بتقدمها في ناس تأخذ عليها 200 300 400 ريال بعضهم يأخذون على الألوف يا جماعة على التكلفة هذه وكل اللي عليك خاص تسويها هذه حركة المجانية اللي قبل شوي حركة المجانية تختار سناب شات سوي لك سناب شات يقول لك والله احنا موافقين عن المجاني أو لا لكن المدفوع لا هذا انت تضمن 100% انه هذا الفلتر رح يطلع في المنطقة الفلانية هذه اذا طلع في المنطقة الفلانية وسويت له صمت ودفعت وكل شي رح يكون متوفر في التاريخ والوقت اللي انت حددته وكذا لو انت قدمت هذه الخدمة للناس اللي رح يقدمون خدمة مثلا زواج خلينا نقول من كمثال انه خلينا نقول والله هذول الناس عايشين زواج وعندهم زواج اليوم فالساعة تسعة في هذا التوقيت رح يلقون الفلتر جاهز لهم وموجود طيب السؤال الحقيقي شنون عبدالله اسوق هذه الخدمة كيف اقدر اسوق خدمة تصاميم الفلتر حق سناب شات انصح كم في موقع اسمه موقع خمسات العربي اوكي يرتاد الكثير من الناس ويدفع لك عن طريق موقع paypal حول لك الارباح حقتك ولاحظ ملاحظة جدا رهيبة يا جماعة شوفوا تصميم فلتر سناب نوم ما عندك احد قاعد ينافسك هنا يا جماعة جماعة هنا كل الناس اللي قاعد تسوي فيديو اعلان لسناب شات فيديو اعلان لسناب شات فيديو اعلان لسناب شات ما في احد هنا قاعد يصمم فلتر سناب شات عشان كده اقول لك انه هذه فرصة ذهبية انك تقوم وتعرض خدماتك عن طريق خمسات وبالتالي تقدر تربح فعلمتك اليوم كيف تقدر تصمم وعلمتك ايضا لنرجع للشاشة كبيرة علمتك اليوم كيف تقدر تصمم علمتك كيف تقدر ترفحها من المجاني وعرفتك كيف تدفحها بالمدفوع وعلمتك كيف تسوي قدماتك الباقي اعتمد عليك لا تنسى اللايك لا تنسى الشير ولا تنسى سبسكرايب ونشوفك ان شاء الله في الفيديو القادم